مدامة انه انت تكلمت على لجنة الانضباط انا اتكلم للرأي العام كله بالدات الرأي العام المتابعة للكرة السعودية والمسؤولين عن الكرة السعودية للأسف جاءنا اخطاب قبل 24 ساعة من مباراة مع الشقاف النادي الاهلي انه يقول انه نادي الاهلي قدم بشكل على اللاعب احمد عسيري وانه يتم الرد خلال 24 ساعة لا مضمون الشكوى وصلنا ولا محتوى الشكوى وصلنا مجرد خطاب من الامين العام تصنى عشان نسأل عن الشكوى قالوا والله الشكوى موجودة في الامانة تصنى على امانة قالوا في الانضباط ما وصلنا اي شيء الا خطاب من الاتحاد السعودي فقط ما فيه اي مضمون للشكوى وتغريد عبر التويتر هذا التغريد عبر التويتر هذا يعني انا استغرب يعني سار الانديا تدارع عن طريق تويتر هذي بوشكلة هذي كارثة أنا بديك الكارثة الأكبر طبعا الرئيس الانضباط أمس غرد وقال إنه تحفظ القضية تصل علي اليوم شخص الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بالضبط شخص يدعي أنه هو رئيس لجنة الانضباط قال لي أنت على السبيكر قال لي حابة تكلم محمد عسيري قلت له ما اسمح لك تكلم لاعبي وباقي ثلاث ساعات منهم بارا قال لي بس أنا لازم أخذ إفادة اللاعب قلت بحكم أنك أنت رئيس لجنة الانضباط أرسل لي خطاب رسمي واللاعب يرود عليك رسمي قال لي المكالمة تعتبر رسمية أنا أول مرة أسمع مكالمة تعتبر رسمية الشيء الثاني أنت كريس لجنة الانضباط كيف تسمح نفسك أنك تتصل على لاعب وتسأل على لاعب قبل ثلاث ساعات من بداية المبارا الشيء اللي يحز في الخاطر أكثر أنه قاعد يتكلم بسلوب متعالي الأخوان في الاتحاد السعودي رئيس الاتحاد السعودي رجل دو أخلاق رفيعة أنا ما أتكلم على الشخص هذا ولا أقول أنه أنا أتكلم على التعامل لازم أنت تتعامل مع الأندية بطريقة كويسة لازم تحترم الأشخاص لازم تحترم الكيانات لازم تحترم الاتحاد اللي أنت منتسب له أما أنك أنا أشعرف أن الرجل اللي متصل علي رئيس لجنة الانضباط ممكن شخص تاني ما فيه متعاملات بالشكل الرسمي والخطابات الرسمية يعني للأسف أقول له إحنا عندنا برنامج واللاعب بعد الساعة الثنين ينام ولازم يريح يقول لي لا صحي لي اللاعب الساعة الثنين الساعة الثنين الساعة الثلاثة وثنين وعشرين دقيقة يقول لي لازم أخذ إفادة اللاعب لازم تصحيه أو يعتبر اللاعب رفض أنه يعطيني الإفادة يا أخي ما هو أسلوب ده ما في رئيس موجود في أي لجنة يطلب إفادة قبل مبارة بثلاث ساعات هل يعقل وإحنا ماشيين في الباص يغرد أنه والله اللاعب محمد أمان واللاعب أحمد عسيري تم إيقافه أو من غير ذكر أسماء تم إيقافهم يا جماعة الخير هذا التحسس سعودي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة